محبين اليوم من دردش معاك من صورت معاك عن فترة رياستك في حياة لدامة النزول لكن بداية نودنا نتعرف من هو عبد الملك الشلهوب عبد الملك الشلهوب موليد مدينة الرياض درست أيضاً المراحل كلها في مدينة الرياض تخصصت صحافة وعلاقات عامة في بوكالوريوس أحمل ماجستير في الصحافة والنفل الإلكتروني وأيضاً الدكتوراه في مجال الإعلام أعمل في جامعة ملك سعود بحمد لله ترقيت حصلت على الأستاذية في مجال الإعلام ولازلت في جامعة ملك سعود في قسم الإعلام في كل ثلاثة طيب طال عمرك ودنا ندخل على طول في منظور هيئة الإذاعة والتلفزيون أنت رأس في مطرة من فترات هيئة الإذاعة والتلفزيون ودنا نسلك بعض الأسئلة وخلينا نبدأ من مكة المكرمة ومن الحرمين الشريفين أحدثت نقلة طال عمرك في الحرمين الشريفين في البث المباشر؟ بحمد لله تشرفت بأن كلفت من قبل خادم الحرمين الشريفين برئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون وقبلها أيضاً تشرفت بتعييني في أول مدلس إدارة لهيئة إذاعة والتلفزيون وطبعاً أول ما عملت عملنا في إطار إحداث نقلة للنقلة التلفزيونية في الحرمين الشريفين فعملنا على تجديد الكاميرات من تغييرها إلى كاميرات الـ HD بشكل أساس سواء كان في الحرم المكة أو في الحرم النبوي أيضاً تجديد ما تعلق بالسجوهات الموجودة في الحرم المكي والحرم النبوي لأنه معلوف أنه قضية النقل التلفزيوني الحي وقناة السنة وقناة القرى الكريم تعمل على مدار 24 ساعة تنقل في بث حي لم يقص أيضاً هذا الجانب على جانب الحرمين الشريفين أنه يمتد أيضاً إلى العمل على ما تعلق أيضاً بالمشاعر المقدسة فقد تم عمل استوديوهات متطورة في ميناء في منطقة الجامرات يحوي استوديو تلفزيوني واستوديو إذاعي على أعلى مستوى أيضاً عندما وصلت إلى الهيئة كلم يكن هناك كان المبنى مبنى الهيئة إذاعي على أتوزيون القريب من مبنى أمارة مكة في ميناء كان معظم براكسات و جزء مبنى و جزء مؤقت فعملنا بحمد الله على إنشاء سديوهات خمسة أدوار سديوهات خاصة أيضاً بالإذاعة و التلفزيون وأيضاً في منطقة عرفات من هذا الموضوع وأسهمت إسهام كبير في أنه يتم في عملية النقل التلفزيوني في أفضل صورة أيضاً تجديد الستوديو اللي كان في مع الشركة اللي كانت تعمل في الحرم المدني في منطقة الحرمين الشريفين طيب عمرك نستفيد من هذا المعلومة أنه أنت قاد حراك تنظيم إعادة بث أو إعادة هيكلة بث هيئة لدعوة التلفزيون للحرمين الشريفين البث من قبل لكن بحمد الله تم تحسين الصورة وتم أول قنوات بدأنا فيها بالـ HD بدأنا في القناتين القرآن الكريم وقناة السنة النبوية في الأساس لأن هذا اهتمام ليس اهتمام عبد الملك الشروب لكن اهتمام الدولة ككل بالحرمين الشريفين يعني جميع الملك السعودية تمون بالحرمين الشريفين وكل ما يخدم الحجاج والمؤتمرين طلعوا قدامنا نحكي عن القنوات خلينا نروح القناة الاقتصادية والثقافية والثانية تعال ناس كثيرة سمعوا فيها وشافوا لكنها أوقفت لماذا أوقفت هذه القنوات؟ بإمكانكم توجيه السؤال إلى الأستاذ داود الشريان لكن فيما تعلق بقد يكون القناة الاقتصادية أغلاقها قد يكون في جانب جيد أنه ممكن تحول بعض البرامج الاقتصادية إلى القنوات الأخرى سواء كان الأخبارية أو في المجال الأخباري في القنوات الأخبارية لكن أنا أتوقف عند القناة الثقافية أعتقد أنه خسرنا قناة مهمة كان الأولى قبل أن تغلق يعني أن لا تغلق أن يتم تطوير هذه القناة دعمها لأنها فعلا قناة يعني مهمة والمملكة العربية السعودية تزخر بشكل كبير بمكنون ثقافي يعني متعدد قل أن تجدوا في أي بلد من بلدان العالم العربي سواء كان شمالها جنوبها وسطها غربها شرقها وفعلا كانت القناة الثقافية يعني تحتوي المنتج الثقافي السعودي بشكل يعني كبير أتمنى أنه يعني يتم الاهتمام بعودة هذه القناة إلى كنف هيئة الإذاعة وتلفزيون أو أن تقوم أيضا وزارة الثقافة بتبني إعادة هذه القناة لأهميتها لأنه مهم جدا أن المثقف السعودي والفنان السعودي أن يظهر في قناة البلد الأم ولا يظهر في القنوات الأخرى طيب طرعونك خلينا ننتقل إلى القناة الرياضية لماذا تم نقل حقوق البث من الرياضية لشبكة MBC وبعدها أتت المحاولات لاستعادة هذا الحقوق وأيضا إذا ما كانت الحقوق كاملة فهي بعض المباريات لماذا على الأساس ما تمسكوا فيها من البداية قبل أن ينقلوا الحقوق البث طبعا هو أول ما فكر في البث في الحقوق أعطيت الحقوق للقناة الرياضية السعودية وتم يعني إطاء هذه الحقوق لمدة ثلاث سنوات حسب معلوماتي وتم دعمها بشكل كبير من الدولة وتم ضخ أموال ضخمة لهذا النقل لا نتحدث في كثير من المعلومات ليس المجال إلى ذكرها لكن أيضا أعتقد أنه بعدما انتهى العقد دخل منافس أيضا منافس قوي في نقطة مهمة أنه لم وجهة نظر خاصة أنه القنوات الرياضية السعودية لم تستفد من هذا الدعم الذي يقدم من الدولة في تطوير المحتوى الرياضي في تطوير المنتج في تطوير الكادر البشري يعني من مراسلين من معدين من أمور كثيرة وأيضا التوظيف الذي تم خلال تلك الفترة لأشخاص يعني بشكل يعني فوق طاقة القنوات الرياضية يعني كانوا الناس في غير محلهم وظفت أعداد أعداد كبيرة جدا يعني في القناة فأنتكلم عن نقل تلفزيوني ونقل يعني مباشر وتكلفة إنتاج يعني ليست تكلفة إنتاج سهلة في الإنتاج التلفزيوني ليست خبير تلفزيوني حتى أقولك والله هي تكلفة إنتاج لكن أنا أتكلم في جانب المتعلق بجانب الكادر البشري اللي مفترض أنه يشغل هذه القنوات يعني مفترض أنه يركز على الكادر المحترف الكادر اللي قادر أنه يقدم لك مادة رياضية احترافية تحظى بالمشاهدة تدفع المعلن للإعلان في هذه القنوات أيضا التفكير أيضا في الجانب المتعلق في الإعلام الرقمي وتوظيفه جانبا إلى جنب مع القنوات الرياضية كما يتم في القنوات الرياضية العالمية من توازي النشر التلفزيوني مع النشر مع النشر الرقمي يعني ليست القضية فقط أني والله أضع على القناة رابط وأقولك الله هذا رابط أنقل لك الموجودة المباريات أو الأهل لا من يتختلف عن هذا الشيء بمعنى أني أنا أسوق منتجي وأبيع منتجي الرياضي اللي أنا أعمله سواء كان منتج مقابلات أو منتج بأث أو منتج أهداف أو أي منتج آخر خاصة أن القنوات الرياضية لديها حصيلة لديها مكتبة من المكتبة التلفزيونية مكتبة ثرية جدا من البرامج التي تستطيع أن تقدم فيها مادة رياضية ثرية بشكل يعني كبير وذلك وجدنا يعني وجدنا يعني لما المشاكل يعني الارخاصات اللي تمت فيما يتعلق بالعاملين في القنوات الرياضية والمطالبات اللي تمت لكثير من الشباب خلال تلك الفترة الحمد لله استطعت أنه لما رأس لجنتها أنه يعني نحل هذه الإشكالية فيما يتعلق بالعلاقة ما بين العاملين على عقود الدور السعودي وهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال تلك الفترة يعني من عمو في هيئة إذاعة والتلفزيون طيب طرح عمرك خصوص أسؤال الخير في قناة الرياضية إذا ما كانت تنقل مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى اللي هو الآن عند S.S.C وش راح يكون من اللي راح يتابعها خصوصا حتى ما انقلت مباراة السعودي وفتنة إيش راح يكون مصير هذه القناة هرح يكون مصير زي قناة قناة الرياضية قناة الرياضية لم أعد متابع بشكل دقيق للقنوات الرياضية بالذات الموجودة الآن لن تعرف الآن انتقل النقل إلى قنوات إلى مشغل آخر فالمتابعة انتقلت إلى المشغل الآخر نتكلم خلال فترتنا يعني وبالأرقام موجودة يعني نقل الدرجة الأولى كان لدينا يعني معلنين لأنه أحيانا يعني معلنين من الجهات اللي يعني مثلنا نادي من الشمال ونادي من الجنوب ونادي من منطقة معينة فكان فيه فكان فيه إعلان يعني يأتي للإذا عبغتنا مع قضية الإعلان يعني وحجم الإعلان وقيمة الإعلان لكن كان في مشاهد مشاهد هذه المباريات بشكل أو بآخر ليس لدي الآن معلومات عن حول هالشيء لكن الأساس هو أن تلفزيون الوطن هو من ينقل بالذات ما يتعلق بالمباريات الخاصة ما هو بالبلد يعني ذات الأحداث الكبيرة لكن فقط يعني ما عندي بالله معلومات نقول لكم يعني كيف يعني طيب 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 أمرك بس أل كان عبدالما نحن في الشأن الرياضي وش رأيك في قرار اللي أطلقت الهيئة قبل فترة في معاقبة المتعاصبين ونشرة العصبية عبر وسائل التوصل قرار هيئة الإعلان مريء والمسموع أعتقد أنه قرار ممتاز قرار سيحد من عملية التعصب قرار أيضا مهم جدا في أنه مفترض أنه أيضا يكرس أن الرياضة فوز وخسارة أن الحدود هي حدود الملعب الرياضي أن لا أنقل هذا التعصب إلى مواقع التواصل ولا إلى التلفزيون لأن القضية هي قضية لا يوجد فريق سيفوز دائما ولا يوجد فريق سينهزم دائما الرياضة لأنه نعلم الآخر أن الرياضة فوز وخسارة ونبعد المتعصبين الذين يحدثون عملية الشحن عملية التعصب المنقوط والمناسبة أنا أشرفت على رسالتين عن التعصب الرياضي عندنا في القسم المسبب الأساسي هو لموضوع التعصب هو ما يتم طرحه من قبل الإعلام الرياضي هو الذي يشجع عملية التعصب ويذكي عملية التعصب أعتقد أنه قرار جدا جدا ممتاز معمور الوقت سيخدم خاصة إذا فعلت الغرامات وفعلت الجوانب الأخرى التي ممكن أنها تقلل من عملية التعصب وشحن الجمهور الرياضي لأننا شاهدنا خلال الآونة الأخيرة مشاهد ويندى لها الجبين لا يمكن أن تخرج من إعلاميين ينظر لهم على أنهم هم نخبة هم القدوات المفترض أن المتابع يقتدي بهم طيب طلعنا كما نقلك إلى سؤال آخر هل كانت الهيئة لداعو التلفزيون ممثلة في الدكتور عبد الملك شيلهوب هي عظابة قرار استبعاث قناة المنار؟ نعم وهذا من الأعمال التي أفتخر بها بحمد الله قناة المنار وإذاعة المنار يعني إذاعة المنار وقناة المنار يعني في غمضة عين أصبحت عضو في اتحاد إذاعات الدول العربية تستفيد من إمكانيات هذا الاتحاد بشكل كبير فيما يتعلق بجميع بالأنتاج بالتدريب في الإمكانات في التسهيلات في كثير من الأشياء لكن هذه القناة كانت قناة تسيء للمملكة العربية السعودية وتسيء لقيادة المملكة العربية السعودية وكان هناك محاولات يعني لذي ولم تتم لكن بحمد الله يعني استطعت أنه بشكل كبير أنه أحيد الجهود لهذا العمل حيث قمت بتحليل لما يتم عمله في هذه القناة من تهجم على المملكة وقياداتها أيضا قمت برحلات بالتنسيق مع رئيس الاتحاد في تلك الفترة مع الآباء وتقديم البيانات التي تدل على أن هذه القناة لا يليق أنها تكون في عضو في اتحاد إذاعات الدول العربية وبالحمد لله تم أيضا تم شطب هذه القناة من اتحاد إذاعات الدول العربية وهو إذاعة لم أكتفي بهذا الموضوع فقط بل أيضا سعيت إلى أنه أعمل على أيضا أنه نخرجها أيضا من البث من قمر النايلسات وهذا أيضا يمثل لها ضربة قوية حيثما التنسيق في ذلك مع القائمة في شركة النايلسات في جمهورية مصر العربي والحمد لله تم طردهم واستبعادهم من القمر الصناعي النايلسات وهو قمر أيضا مهم جدا وكان قبلها أيضا تم إخراجهم من منظومة العرب سات فهذه القناة كانت قناة يعني مسيئة وهذه من الأعمال لأنا أفتخر فيها شخصيا قيام يعني بها خدمة لبلد المملك العربية السعودية طيب طرع عمرك هل لازال عبد المريف شلعوب للصلاة في حيات الريداء وتربزيون؟ دعنا أنتهت فترة تكليفية وعدت للجامعة وأصبحت الآن يعني متابع فقط يعني لما يطرح في وسائل الإعلام عن الهيئة أو تابع يعني القنوات التلفزيونية طيب طرع عمرك أبنت كل للصحافة السعودية وببدأ في هيئة الصحفيين طبعا قرار إنشاء هيئة الصحفيين أنها تكون يعني هيئة تعنا بالصحفين السعوديين وتكون مثل بيت الصحفيين السعوديين لكن لم أشاهد فقط فقط يعني اللي أشاهد فقط يعني ونسمع ونقرأ أنه حضورها فقط يكون أيام الانتخابات بعد ما تمفض الانتخابات لا نسمع له هذه أي صوت هو الإمكان سؤال الأمين العام لهيئة الصحفيين طيب طال عمرك نبي نسألك في المجال الإنتاج الإعلامي خصوصا في المسلسلات وش رايك في فكرة إنتاج مسلسل للشاش مجهة نظري الخاصة ضد إنتاج مثل هذا المسلسل لو كنت يعني قائم بالاتصال ومسلسل الانتاج ما الهدف من مثل هذا الانتاج طيب ماذا يخدم هذا الانتاج طيب أبغى أنتج هذا المنتج هل هذا المنتج ما هو دور الشخصية فيه المحورية ما هو دور الجانب الآخر اللي هو القطاع الآخر يعني إحنا نلاحظ حتى في البدايات ركز على موضوع الشخصية من خلال التركيز على الشعر الفخر والشعر اللي يقوله البطل المسلسل وهذا الشعر الفخر وشعر الشعر الآخر يعني يعطي الشخصية يضفي عليها جانب من الصورة الذهنية الجيدة في أغلب الأحيان نقول أنك تتعامل مع شخصية في النهاية هي شخصية غير سوية وبالتالي يعني السؤال هل استطاع الفيلم أنه يقدم هذه الشخصية وكيف قدم هذه الشخصية ما هي الصورة اللي خرجت عن هذه الشخصية أعتقد أنه أيضا مجال دراسة جيد يعني في هذا الإطار وأن الجالس يعني في المناسبة أن جمعت هذه الحلقات وجالس يعني احتمالا أشتغل عليها دراسة تحليل لصورة الشخصية في المسلسل وكيف قدمت في هذا المسلسل والبناء الخاص يعني لهذه الشخصية المسلسل رغم يعني الحلقات ليست طويلة لكنه أحدث نوع من التأثير كثير من الجمل بدأ كثير من الشباب يستخدمونها خاصة في الجانب يعني تناوله للشاهية وتناول بعض العبارة المستخدمة طريقة المشي طريقة لبس الغترة لما طلع صار في نوع من التقمص لهذه الشخصية هل هو إعجاب هل هو تأثر هل هو فقط يعني نوع من أنه والله أنا أخرج أخرج كمتلقي بشيء يعني جديد غير يعني واضح أن نشوف في إطار السياقي وجدنا أيضا الرهاصات اللي تمت من خلال المجموعة اللي صورت بعض الجوانب اللي قلدت فيها شخصية بطل الفيلم في بعض مناطق المملكة وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية من قبل الجهات الرسمية تجاههم لأن العمل الدرامي عمل يعني ليس عمل سهل عمل يحدث تأثير في الأغلب من يشاهده يغرس لديه قيم قيم يعني معينة لكن هل هذه القيم اللي يغرسها هل هي قيم إيجابية قيم سلبية يعني ما نعرف لما نسوي عليها يعني دراسة أو نشوف التصرفات اللي من المتلقي والمشاهد أيضا يعني الملاحظ أيضا كاتب السيناريو كاتب السيناريو ليس كاتب سعودي يعني استلهم هذه القصة قد يقولي آخر أنه والله هذا يعني الدراما يدخل فيها الخيال يدخل فيها الأشياء الأخرى لكن جزء كبير من الدراما فيه جزء من هو أساسا البناء الدرامي مبني على قصة واقعية حدثت في هذا الإطار لكن يعني في النهاية المسلسل عرض وشاهدناه جميعا أنت مع إلقاف أو عفوا مع عدم نشر مثل هذه الأفكار والإنتاج وجهة نظري ليس قضية طريقة كيف أعالجها المسلسل القضية هي ليست عدم إنتاج مثل المسلسل القضية هي كيفية معالجة مثل هذه الموضوعات وكيف أقدمها دراميا هذا فقط السؤال أنا ملي متخصص في الدراما يعني في الأساس لكن بنية النص والبناء الدرامي الهدف منه دائما حيث نكتب سيناريو وفي النهاية ماذا أقول في السيناريو ماذا سأقدم في نهاية العمل الإعلامي في النهاية ما هي الرسالة التي أريد أن أوصلها إلى الجمهور المتلقي هذا في النهاية أنا مركبة تطل للصحافة السعودية وبسألك عن الصحافة السعودية بالذات عندنا مؤسسات وعندنا إعلانيين وآخرين لكن عندنا الضعب في الصحافة برايك طبعا 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 صحافة الأفراد كصحافة وكيانات إعلامية مهمة لكن الإشكالية أنه الآن هذا الضعف يعني بدأ يعني من بدايات استخدام بدايات التطور التقني الصحبة السعودية لم تواكب التطور التقني منذ البداية أيضا يعني لم يعني تستشعر أن هناك قارئ أصبح يذهب إلى الآخرين لم تستشعر أن هناك صحافة مواطن بدأت تنافس لم تستطع أن هناك فيه إعلام جديد قائم على الفردية وقائم على الخصوصية وقائم على يعني إعطاء المتلقي ما يريد لم تدرك أن أن المتلقي يعني اهتم بالعمل الإعلامي بالذات ما يتعلق بالسوشال ميديا أنه صار فيه نوع من التفاعل بين بين كاتب المحتوى والمتلقي فصال القضية يعني مختلفة ساعدوا أيضا التطور الذي ظهر مع ظهور الصحافة الأكترونية وتميزها بميزة السبق الصحفي تميزها أيضا بالتجدد الأخباري الذي لم تستطع الصحف أنها يعني تواكبة والصحف السعودية كان لديها القدرة في الجانب المتعلق والجانب أنها تعمل لا يكون هاجسها الأخبار أنما الهاجسها هو البحث أما وراء الأخبار بالتحليل والرأي والنقاش والاستقصاء والحوارة هذا هو مجالها التي تعمل فيه الآن الصحف جاء ستستجدي للأسف المعونات الحكومية ومهما جاءها من معونة ستصرفها في تسجيد ديون رواتب يعني عاملين ولن تخرج لعملة التطوير التطوير يأتي أن تتحول هذه الصحف كما تم في الصحف الأجنبية سواء كان نيورك تايمز أو ليرة الوبيون أو الصحف الغربية والصحف الضي أن تتحول إلى صحفة يعني رقمية على شرط أن تتميز بالمضمون الخاص ليدفع للقارئ أنه يدفع اشتراك في هذه الصحف وأجد في هذه الصحف الرقمية ما لا أجده في الوسائل الأخرى كما هو موجود في الصحفة الأمريكية والصحفة البريطانية التي حققت مقرؤية على شبكات الانترنت طبعا أمرك والسؤال الأخير هو كيف نكتر نحس من موضع الإعلام حل من الصحافة من داعي وتلفزيون إلى قراءاتك لنوضع الإعلام الإعلام السعودي يحتاج يعني يحتاج يعني في نقطة مهمة يعني أنا دائما أقول أنه أن قضايا المملكة العربية السعودية العادلة لا نستطيع أن ندافع عنها بشكل قوي يعني هذا يحتاج مننا أن يكون لدينا أيضا إعلام قوي إعلام قادر على الوصول للآخر أنا أستغرب أنه إلى الآن ليس لدينا قناة إنجليزية بص صوتنا للخارج كما هو لكثير من الدول غياب نحتاج إلى وجود استراتيجية إعلامية شاملة سواء كان استراتيجية إعلامية للإعلام الداخلي أو استراتيجية للإعلام الخارجي نستطيع أنه يعني نصل من خلالها إلى الجمهور المستهدف لابد أن تكون لدينا أهداف إعلامية واضحة يكون لدينا تحديد للجمهور المستهدف بالرسالة بالوسائل اللي أنا أستطيع أنه أنا أصل يعني إليها هناك عمل جبار يتم في المملكة العربية السعودية يعني من بداية الرؤية اللي يعني تبناها سمو ولي العهد يعني وهذه رؤية يعني تسعى إلى نقل مملكة العربية السعودية يعني دولة يعني ذات رفاهية فتحتاج إلى إعلام قوي واكب هذه الرؤية التي لدى سمو ولي ولي العهد شكرا جزيلا لك شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر